مرحبا بكم أصدقائي في هذا الفيديو الرائع جدا للحصول على عمل في إمارة أندورة التي الكل يتكلم عنها وحقيقة للهجرة إليها إمارة خارج الشنغن وخارج الاتحاد الأوروبي يتكلم بلغات عديدة وكثيرة ومختلفة نظرا لاختلاف الجنسيات الموجودة في هذه الدولة عدد سكان قليل وجواز سفرها يمكنه أن يدخلك إلى أكثر من 166 دولة الراتب من 3 إلى 4000 دولار في الشهر متوسط ويمكنك أن تحصل على أكثر على حسب مهنتك وعلى أقل أيضا الإقامة فيها سهلة جدا عبر فيزا سياحية أيضا يمكنك الهجرة والاستقرار فيها تذكرة ذهب وعودة وكشف حساب بنكي هذا بالنسبة لمن أرد البحث عن فيزا سياحية والاستقرار بعد ذلك وهناك أيضا طريقة الذهاب مباشرة والهجرة إليها عن طريق عقد عمل في هذا الموقع الموجود أمامكم الآن هناك شركات كثيرة تتواصل معها وأترك لكم الموقع الرسمي فيه في أول تعليق تجد المواقع كلها التي نتكلم عنها منها الموقع الرسمي لإمارة أندورا وأيضا البحث عن عقد عمل وأنواع تشيرة العمل والإشراءات وكل شيء للعيش والاستقرار إذن بالنسبة لهذا الموقع الذي ترى أمامك بوابة العمل في أندورا 29869 مستخدم وهناك 88 من الإعلانات النشطة 11000 من الإعلانات المتوفرة في جميع أنحاء المجموعة بعد ذلك تجد التفقد بالنسبة للإفتتاح المقبل منذ بمبيعات وشركات متعددة الجنسيات كما ترى هنا أمامك باللون الأخضر يمكنك الضغط ستاربوكس أيضا موجود في النسيانة كومبيوتر وهذه بعض الصور والربوز والأسماء لشركات دولية أمامك هنا شركات دولية متخصصة في تصميم وإنتاج وتوزيع الملابس كما ترى كالزيدونيا تيزينيس هنا أمامك حال ينسب علامة تجارية هنا كالتريد هذه المساحة لشركتك ندمج الإدارة في إدارة العمل لأنه يكون جزءا من عائلتك تواصل مع هذه الشركات وأرسلها عبر بريدها الإلكتروني سيرتك الذاتية هنا مساعد التمريض والخدمات المنزلية إنه يقدم سيدة أبلو من عمر 40 سنة بدرجة علمية مسؤولة سرية مع مراجع الأعمال المنزلية كل ساعة تليلا ونهارا يمكنك التقديم زارها اليوم كما ترى هنا 57 زيارة بالنسبة لمحاسب أول و 96 زيارة لمساعدي التمريض هنا في الطهات والمطابخ الجنسية الأندورية تصريح العامل شروط العامل وعقد غير محدد تأسيس الفوري زيارة 51 هنا بالنسبة للغسالة الصحون لا تأخذ بالترجمة موظفي الاستقبال هذه هي شركات تضغط عليها وترسل لها كما ترى فهي شركة دولية كما تكلمنا يعني تحضر حتى الأجانب البحث عن الفنادق بالنسبة لأساسية موظف الاستقبال فهم يبحثون عن جنسية اندورية وإيضا من خارج أندورة هنا الطهات تواصل معهم لكي تحصل على عقد عملين معهم ونحن نبحث عن مندبي مبيعات بدوام كامل مع يومين إجازة في الأسبوع داخل أندورة وخارج أندورة ويتوافر عمره ما بين 20 و40 سنة هنا هذه الشركة تحدد العمر شركة زارة ندمج النوادل والناديلات كما ترى هنا بائعي وهنا ملابس بالنسبة للسيدات كلها هذه الشركات تواصل معها لكي تعرف طريقة يعني التقديم وطريقة الحصول على عقد عمل وما هو الباحث عن عمل في هذا الموقع بوابة الوظائف في أندورة وموقع مخصص حصريا لنشر عروض العمل والطلبات لهذا السوق أكبر مجموعة إعلانات في أندورة بوابات متخصصة لهذا الإقليم أكثر من 5000 زائر يوميا بالنسبة للإعلان حسب الصناعات هنا تجد الإدارة لخدمات الزبائل المهندس والعقارات آخرون أيضا إذا لم تجد مهنتك تضغط على هذه آخرون ثم تبحث الصحة بالنسبة للعمل في المنازل في المنازل السياحة والمطاعم ويمكنك متابعة الصفحة على فيسبوك الشركة المتميزة التي توظف في أندورة هذه الشركات منها زارة وستاربوكس كما ترى وغالا كلها تيلبيزا وكلها شركات توظف وشركات دولية فزارة شركة دولية يمكنك العمل معها في هذه الإمارة تضغط على الشركة ثم يحولك إلى موقعها الرسمي وترسل لهم عبر بريدهم الإلكتروني سيرتك الذاتية نتوجه مباشرة الآن إلى أنواع تشيرة العمل والإجراءاتها بعض المواقع الرسمية لهذه الحكومة لمعرفة طرق الهجرة إليها كما ترى أمامك هنا في موقع الرسمي لجوفرنمون أندورا كما ترى يتم ذلك وبعض البيدي إف الخاصة بالموقع وإجراءات الهجرة تجدوا في الأسفل هنا إجراءات الهجرة الإقامة والعمل إذن مبدئي كلها من الأليف إلى الياء الإقامة بدون عمل والإقامة الحرة وإذن الهجرة المؤقت هنا كما ترى نضغط عليه على سبيل المثال وتعرف ما هو إذن الهجرة المؤقت يصارح لك بالعمل والإقامة مؤقتا في إمارة أندورا أثناء سريان تصريحك وكيف يتم ذلك أن تتعرف على كل شيء هنا أمامك ويمكنك التواصل بالإنجليزية أو فرنسية بأي لغة تريد فمختلف الجنسيات تقطن هذه الإمارة أترك لكم المواقع كلها في أول تعليق وأنت تضغط وتبحث وتتعمق في الموضوع أنا أعطيك الأساسيات فقط كل المواقع التي تكلمنا عنها نتركها لكم في أول تعليق هنا أيضا يمكنك حساب تكاليف المعيشة في هذه الإمارة الجبنة الأرز الرغيف البيض كم بالكيلو جرام كم يورو كم يساوي من يورو هنا تفاح واحد كل كيلو جرام واحد يورو كما ترى الموز أيضا البرتقال هذه تكاليف يعني تحسب أنت تكاليف المعيشة قبل أن تهاجر إلى هذه الإمارة هنا النقل المحلي أيضا واحد يورو المرور الشهري الطاكسي كم تأخذ البنزين اللي تربي واحد يورو فتقريبا هي يعني أقل معيشة أقل مصاريف وجواز صفر يدخلك لأكثر 166 ولا لا تنسى ذلك هنا المرافق الشهرية بالنسبة لكهرباء والتدفئة والتبريد 92 يورو على حسب مساحة الشقة التي أنت والسكن الذي تقطن فيه كما ترى هنا الهاتف والرياضة أيضا نوادي هنا بالنسبة لنادي اللي يقاء البنانية 37 رسوم شهرية لشخص بالغ إيجار ملعب تينس الساعة الواحدة في نهاية الأسبوع 11 يورو السينما 7 يورو إصدار دولي بالنسبة لمن هم يعني مع عائلتهم رعاية الأطفال ما قبل المدرسة أو روضة الأطفال 382 يورو كامل يوم كامل خاص شهري لطفل واحد المدرسة الابتدائية الدولية سنويا 8000 يورو هنا الملابس والأحدية الإيجار في الشهر الشقة 715 يورو غرفة 2 يورو في وسط المدينة لا تنسى أنها وسط المدينة في خارج المركز 540 على حسب الموقع أيضا فيختلف السعر هنا سعر شراء الشقة أيضا للمتر المربع 3816 يورو في وسط المدينة سعر المتر هكذا تعرف أنت جميع التفاصيل الخاصة بهذه الإمارة قبل أن تهاجر إليها الرواتب والتمويل الأسعار في أندورا هذه هي الأسعار أترك لكم الموقع أيضا في أول تعليق لكي تتعرف أنت على جميع الإجراءات وجميع المعلومات الخاصة بالهجرة إلى مدينة ولا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلك دائما كل جديد وأي سؤال يمكنك تركه في التعليقات شكرا لكم من قناة سبيتار للهجرة ترجمة نانسي قنقر